اشتركوا في القناة وتعد عشورة من بين اهم المناسبات الدينية التي احتفل بها العالم الاسلامي اجمع وتتنوع عادة احياء هذه المناسبة من منطقة الى اخرى نتابع على التقرير عشورة مناسبة دينية ذات ابعاد روحية لارتباطها بقصة نبينا موسى عليه السلام وسعيه لتخليص بني اسرائيل من طغيان فرعون لقوله تعالى ولقد اوحينا الى موسى انسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم واضل فرعون قومه وما هدى لطالما ارتبط يوم عشورة عند الجزائريين بالزكاة فقد تحول عشورة الى يوم عظيم في الجزائر بعدما ربط بفرض اسلامي اجتماعي وهو الزكاة الى درجة ان الصدقات العادية صار الجزائريون يسمونها بالعامية لحشور ورغم ان اخراج الزكاة المفروضة ليست مرتبطة مثل فريضة الصيام برمضان وفريضة الحج بذي الحجة وانما بمرور حول كامل على مبلغ معين من المال ولكن يسر الكثير من المواطنين على اخراج زكاتهم السنوية في هذا اليوم الذي يعتبرونه مباركا تضاعف فيه الاموال خاصة اذا تعلق الامر بابائنا واجدادنا عشورة مناسبة دينية وفرصة للتقرب من الله وما يزيد بهاء هذا اليوم جمال عادتنا وتقاليدنا التي لا تزال محفوظة عند غالبية الاسر الى ان المغزى والحكمة من كل هذا قد تكون مجهولة عند بعض الناس لتتحول بذلك عشورة الى يوم لتحضير اشهى المأكولات واطيب الحلويات في حين لا يتذكر منه سوى انه يوم للراحة مدفوعة الاجر لتبقى الحكمة من الصوم والاحتفال ارفع من هذا كله تنطلق غدا الى حد عملية سحبها ومن الدفع بالنسبة للشطر الثاني لاقتناء سكنة سيغة الترقوي العمومي والمقدر بمئة مليون سنتيم من طرف المكتتبين المباشرين في هذه السيغة حسب ما علم لدى وزارة السكن والعمران اما المكتتبون الذين حولوا او حولوا من برنامج عدل 2001-2002 الى سيغة الترقوي العمومي والمقدر عددهم بأربعة الاف ومئتي مكتتب فسيدفعون مبلغا اقل حسب الوزارة وتكون عملية سحب الاوامر او اوامر الدفع بهيكل الاستقبال التي دفع بها الشطر الاول مع صلاحية الامر بالدفع لمدة شهر ابتداء من تاريخ استلمه في موضوع اخر تقوم اليوم زيارة طربية والتعليم العلي والبحث العلمي الفرنسي نجاة فاليو بالقاسم بزيارة عمل الى الجزائر تدم يومين في ضار تعزيز وترقية العلاقات الجزائرية الفرنسية في مجال التربية والتعليم حسب ما فد به بيان لوزارة التربية الوطنية واضف البيان ان هذه الزيارة تأتي عقب التنقلات التي اجرها وزراء التعليم العلي والبحث العلمي والتربية الوطنية الى فرنسا حتى ستجري الوزيرة الفرنسية محادثات مع وزيرة التربية الوطنية نوريا بن أبريتا ووزيرية تعليم العلي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين على التولي طهر حجار ومحمد مباركي لا تزال لنيارة الجزئية للبنائة الهشة بأحياء القصبة بالعاصمة تهدد حياة قطنية والتي ازدادت حدتها مع تساقط الأمطار الأخيرة فعلى الرغم من تصنيفها في الخانة الحمراء لأنها لازالت تأوي المئات من العائلات ولا يزال أمل ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية لائقة يروضهم إيمان خيار زارت هذه الأحياء وعادت بالتالي سكنات على بضع خطوة من الانهيار يكفي أنها صنفت في الخانة الحمراء لا تزال تأوي المئات من العائلات بأحياء القصبة بالعاصمة عدتنا الحالة وإشتراها جاية وإذا كانت تأتي هذا يوم تبارك دخلتنا كامل والطراب يطح لي بلوكي طيحو نحن مرضو دو في دوميسيس وانا نكتبو 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 ودرب شوية تنحل ونطيحو نرقعو ونرقعو كينا نبرال هنا سي سويسيدي من اللي نار وقاعدة كنا نحن مستح البلافون قاعدة حين يطيحو والبلازة تحصور دنيا رهي مكاليا قاع رهي أبيبري والله غنهار يدمن نهار خي كل ما تجيش دولة تضرب زنزلا نقول لها تحبط البلدية رحنا الله دائرة جاءوا هنا كانوا الضربة تعد زنزلا هادوك جاءوا وحد دولة تروافو حطوها في الروش لا حاية تالي منتونت ما زادوش ولا ونهار تحصور مننا صحنا تحسمت دار المرات دو كاي عند الجارة مات تانيك قاطنوا عمارات الموت يعيشون في رعب يومي في ظل الانهيارات المتواصلة والتي ازدادت حدتها مع تساقط الأمطار الأخيرة خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء موجهين نداء عاجلا للسلطات المحلية والولائية من أجل ترحيلهم إلى سكنات لائقة الحق الوحيد ندرنوا نحلموا دولتنا نهار كامل وما يحلموا يدي سيني وفي الضيور يدي سيني وفي نحلموا دار دار أنا فيدي نهار كامل ويقول لي كواخر يا ماما عندي بيت ودي لي لي هكا ودي لي لي هكا ونقرأ وبعد لالا يقول لي نخرج جواغ نخرج جواغ باش نشير لكين فيلا رابورت تعلي بومبيو تعلي البلدية وتعلي والي دار رأي في الانهيار رأي في الروج ومن دمي الطروة إذا الحياة ببعض دويرات القصبة أصبحت مستحيلة حسب السكان نظرا للوضعية الحرجة التي باتت تعرفها أين ينامون بجفون مفتوحة في انتظار أحد الحلين فإما ترحيلهم إلى سكانات لائقة وإما انتشالهم من تحت الركام بعد انهيار هذه العمارات على رؤوسهم لا قدر الله دوليا في نيجيريا قتل خمسة وخمسون شخصا على الأقل وأصيب أكثر من مئة آخرين بجروح في تفجير مسجدين بشمال شرقي البلاد الأجم الانتحاري الأول وقع في ميدغوري عاصمة وليت بورنو أصفر عن مقتل ثمانية وعشرين شخصا على الأقل أما الأجم الثاني فوقع في منطقة يولا وأصفر عن مقتل سبعة وعشرين شخصا حسبما أفادت الوكالة المدنية لإدارة الحالة الطريقة بذا مشاهدنا نصل إلى نهاية مجزينا لإخبار شكرا على المتابعة للقاء